يسأل الشيخ أن يقول رجل يضيف إلى حلفه بالطلاق عبارة طلاق تحرم به عيالي يقول هل إضافة مثل هذا الحلف على الطلاق يعتبر شيء من الظهار أو شيء من هذا لا تحرم به عيالي العيال المقصود يعني المرأة الزوجة بعض الهجات يطلقون ذلك على الزوجة يقول عيالك عيالي يقصد به زوجته ولو لم يكن له ولد فقوله طلاق تحرم به عيالي أو يحرم به عيالي أي طلاق بات يحرم به على نفسه المرأة وهذا يعني إذا كان كذلك فهو من كنايات الطلاق البائن وهل يقع به طلاق ثلاث أو لا هذه مسألة خلافية لكن ينبغي أن يعدل الإنسان عن هذا وأن يكتفي بما جاءت به السنة من الطلاق الذي يحصل به التفريق دون أن يضيف إليه تحريما أو أن يطلق ثلاثا أو أن يطلق على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وعصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفحشة مبينة هذه الآية الكريمة التي ذكر الله تعالى فيها هذا التوجيه النبأ التوجيه توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الطلاق والأمر فيه بالتقوى ثم قال تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه هذا كله يبين خطورة الأمر وأنه ينبغي أن يصدر الطلاق على نحو يكون فيه مشروعا يكون فيه الطلاق مشروعا ولا يكون كذلك إلا إذا كان على نحو الطلاق الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون طلقة واحدة في طهر لم يحصل فيه جماعة هذه ثلاثة قيود يتحقق بها طلاق السنة ترجمة نانسي قنقر